الجزئية التانية وهو خبر متعلق بمشاركة الأندية المصرية في البطلات الإفريقية الفترة اللي جاية والخبر ده بحس كده في فترة من الفترات ان البعض بيتناولوا من أجل تصدير ضغط على النادي الأهلي هو لا فيه ضغط ولا فيه تصدير أزمة أصلا للنادي الأهلي لأنه ببساطة وببساطة شديدة جدا مين صاحب القرار مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي اللي بيدير اللعبة مين اللي بيدير الدور المصري ربطة الأندية المحترفة إذن القرار عند الربطة أو التوصية بالمعنى القانوني يعني التوصية عند الربطة والقرار عند اتحاد الكرة يوم الاتحاد الإفريقي يتدخل في الفترة اللي جاية وده تبقى سابقة ما حصلتش قبل كده ومحد السمع عنها قبل كده ولو حصل ده هيبقى فيها أسباب وهنعلنها مين اللي بيعمل الشغل ده ومين اللي بيسبب أزمات وبيصدر أزمات للقرة المصرية خلال الفترة اللي جاية لكن بمعنى صحيح لو في أزمة القرار هيكون عند اتحاد الكرة وهو اللي يدافع عن قراره لأنه بعت أسماء الأندية المصرية اللي هتشارك في البطلات الإفريقية وأكد عليها تاني مبارح وأكد على المعايير اللي تم الاستقرار عليها وبعتها للكاف وبالتالي المسؤول الأول والأخير عن الدفاع على قراره هو اتحاد الكورة طيب اللوايح بيتقول إيه؟ ما الأمور اللي زي دي أكيد يعني مليون في المية ما بتتحلش بعادات العرب فيه لوايح وفيه نظم وفيه خطاب رسمي اتبعت يوم 19 ستة النظام بالنسبة لمشاركة الأندية في الفترة اللي جاية بييجي الاتحاد الإفريقي يقولك معيار المشاركة في دوري أبطال إفريقية عندك ثلاث معايير وبيقولها للاتحاد الوطني أو الاتحاد المحلي أول معيار لو الدوري عندك لسه شغال ومخلص لسه شغال ومخلص ابعتلي المعايير اللي انت استندت عليها عشان تبعت أسماء الأندية اللي هتشارك في البطولة الإفريقية اللي جاية سواء دوري الأبطال أو الكونفيدرالية فجدت حد الكورة قالك أنا معياري أن الدوري الأول هو الأقصى العدالة وبالتالي الأهل زمالك دوري أبطال كأس الكونفيدرالية طيب المعيار الثاني اللي قيل عليه الكاف لو المسابقة عندك مكتملتش أو تلغت ابعتلي نفس الأندية اللي شاركت الموسم الماضي اللي هو كان الأهل والزمالك دوري الأبطال وبيرامدز والمصري كأس الكونفيدرالية المعيار الثالث اللي قاله الكاف الكاف له الحق الأول والأخير في اختيار معيار من الاتنين أو رفض معايير اتحاد الكورة إذن اللايحة بتقول أن الكاف عنده الحق الأول والأخير في الموافقة على معايير اتحاد الكورة أو رفضها لكن ما قالش أن الكاف يختار معيار حاجة تانية أو مداش المطلق الحرية للكاف أنه هو يختار يقول لك بعثلة بالأسماء اللي دلوقتي متصدرة دوري دي مش موجودة في اللوايح يعني الناس بتقول لك إيه أنا 31 سبعة أنا دلوقتي تاني الدوري ده مش معيار يا فندي ما أنت لو أنت مش مختنع أن الدور الأول مش معيار رغم أنه هو اتحاد الكورة أقره معيار 31 سبعة بقى بالورق وبالقانون واللايحة ده مش معيار لأن 31 سبعة لما تبعت في خطاب 19 ستة تقال لك إيه ده معاد بترسل فيه أسماء الأندية وده الدلائم آخر موعد لتسجيل أسماء الأندية على السيستم بتاع الكاف يبقى بالتالي ما تجيش 31 سبعة تقول لي أنا التاني ولا تجيليوم 15 سهر تمانية قبل القرعة بتاعت الأدور التاميديات قول لنا الأول لا في معيار خدوا اتحاد الكورة لو الكاف رفضوا إذا الكاف رفضوا من خلال مصادره والاتصالات بأعضاء في لجمة الأندية قالوا لي يعني إذا الكاف رفضوا ده تبقى سابقة تاريخية ما حصلتش قبل كده حاجة من الاتنين يا إما يقولك بعتلي الأسماء لشاركة الموسم الماضي وهي زي ما هي برضو أهل وزمالك دوري أبطال وبالتالي برامز مش هيشارك إلا في الكنفدرالية يا إما وده يعني طرح مختلف شوية بس هنشوف الكاف هيردوا يقول إيه الفترة جاي أكيد لازم يكون في رد من الكاف باعتماد ترشحات اتحاد الكورة أو رفضها وبين قصين كده حط تحت رفضها مليون خط لأن هنا هيبقى فيه كلام كتير طيب بالنسبة بقى ليه الطرح اللي ممكن يضطرح يقولك إيه لما المسابقة تخلص لما الدور المصري يخلص يوم 38 ابعت للأسماء بالترتيب لأنها لسه علعة بالدور التمهيدي في منتصف شهر 9 ودور الـ 32 في منتصف شهر 10 بس القرعة لسه محدش عارف هتتعامل إمتى لو القرعة عملت بدري هل هينفع نستنى الدور لما يخلص ولا لا دعا نشوف الفترة الجاية لكن الآلي موقفه سليم وقانوني بنسبة مليون في المية والجهة اللي منوت بيها الدفاع عن قرارها هو اتحاد الكورة المصري في المقام الأول وإذا الكاف رفض معيير واختيارات اتحاد الكورة معندوش بدائل غير إنه هو يختار نفس الأندية بتاعت المصري الماضي أو لو عايز يجامل يقول لك استنى لغاية نهاية الدوري بس نهاية الدوري هل هتبقى القرعة قبلها ولا بعدها ده اللي هتكشف الأيام خلال الفترة اللي جاء لكن عايز أطمن الجمهور الأهلي موقفه سليم وقانوني بنسبة مية في المية والكاف من مصلحته إن الأندية الشعبية والجماهيرية والأكثر بطلات تكون موجودة في دور أبطال إفريقيا وده يكون اللي علاقة بقى بدور السوبر والخريطة اللي هتتغير ابتداء من شهر 28-23 لكن ده محتاج شرح تاني عشان كده أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع ونطرح المفاجآت اللي موجودة في دور السوبر وكاسل كونفدرالية ودور أبطال إفريقيا في موسم 20-23-2024 وشري اشتركوا في القناة